أستاذ سليم لو سمحت قبل ما نبلش حلقتنا في تقرير أعد عنك الزميل عمار دندش شوفه مع بعض ونرجع نبلش الحلقة مع بداية الثورة السورية انحاز إلى قضية شعبها ومع توغل النظام السوري بدم المدنيين اضطر الفنان سليم شريقي بن مدينة اللاذقية للجوء خارج سوريا حاملا معه أرشيفا غنيا يمتد لسنين طوال عشرات الأعمال المسرحية والدرامية جسد فيها شريقي الكثير من الشخصيات التي لامست الواقع وعاكست همم الشارع وصل الممثل سليم شريقي إلى النمسا بعدما ركب البحر مجازفا بحياته في سبيل مبادئه وكانت رحلته محفوفة بالمخاطر ضمن ظروف مناخية وإنسانية صعبة وبذلك تفع الفنان ثمن موقفه الأخلاقي لم يمكث شريقي طويلا في النمسا حتى تعرف على مخرج النمساوي وسرعان منضم إلى فريقه فشارك ببطولة العديد من المسرحيات باللغة العربية والألمانية كرحلات جوليفر وحلم ليلة صيف ثم اتجه لكتابة مسرحياته الخاصة فكانت درة التاج مسرحية وسط الدنيا وهي موندراما تتحدث عن سوريا بثقافتها وحضارتها وعن ما حل بالشعب السوري جراء حكم النظام الدكتاتوري اشتركوا في القناة